لجنة الحوار والوسطة وأمام مهمتها المعقدة المتضمنة إقناع طبقة السياسية بضرورة التحاور والذهب نحو حلول عجيلة للأزمة الراهنة تجد نفسها مجبرة على تجاوز الأحزاب التي طالما عرفت بأحزاب السلطة الأفلان والأرندي على سبيل المثال لا يشكلان بالنسبة لها الأولوية موقف أعلنه صراحة منسق الهيئة كاريم يونس وتؤكده أجنضة لجنة المتعلقة بسلسلة لقاءاتها المرتقبة مع الأحزاب السياسية في أحزاب طبقاً ما لديش إشكال أنها تحاول عن سلطة مباشرة ما لديش مشكلة لأنها تحاول مباشرة وأعلمت هذا يعني وبالتالي نحن بنسبة دورنا هنا يعني مش رح يكون وإن كانت الأحزاب المعنية لم تبدي ردة فعل مباشرة من وجود نية ولو غير ظاهرة في إقصائها وعدم الاعتماد عليها كقوة سياسية ضمن مسعى الحوار إلا أنها فضلت إزاحة فرضية تصعيدها الأمين العام بالنيابة للأرندي عزدين ميهوبي وفي تغريدة له اليوم نفى ما تم تداوله بشأن إمكانية لجوء حزبه إلى شل البرلمان كخطوة تصعيدية مبدياً دعم حزبه لجهود اللجنة وهو نفس الأمر بالنسبة لجبهة التحرير الوطنية يقول متابعون إن لجنة الحوار التي اعتارتها العديد من العقبات في مهد مهمتها تعي جيداً أن أي إشراك للطبقة السياسية المحسوبة على النظام القديم قد يعقد من مأموريتها مستقبلاً ما قد يضع مصير أحزاب السلطة على المحكاة